موسيقى عزيزي المشاهدين اهلا وسهلا بحضراتكم على شاشة اكسترين نوز في تغطيتنا المستمرة على مدار اليوم للاحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان الذكرى الخالدة في قلوب جموع المصريين حيث شارك رئيس سيسي قادة القوات المسلحة حفل الافطار السنوي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان وهن الرئيس السيسي رجال القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان كما وجه التحية لشهداء الوطن الابرار الذين ضحوا بارواحهم دفاعا عن تراب الوطن واكد الرئيس السيسي ان الدولة لن تنسى شهدائها الذين اناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء كما اكد ان الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة مصر وصون مقدستها معربا عن تقديره لجهود رجال القوات المسلحة وتضحياتهم للحفاظ على امن الوطن وسلامة اراضيه وللمزيد ينضم الينا هاتفيا الكاتب الصحفي دكتور اسامة سعيد مدير تحرير جريدة الاخبار دكتور اسامة برحب بيك في هذه التخطية على شاشة اكترا نيوز وكل سنة وحرك طيب يبقى ومصر كلها بخير وبنحن كل الشعب المصري والامة العربية اولا بانتصارات ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة يعني اولا بالتأكيد هذا التكريم هو قيمة كبيرة اولا لانه بيحيي مجموعة من المبادئ والمصل الاساسية التي يجب ان تظل حية في نفوس كل المصريين اولا لان هؤلاء الشهداء هم خلاصة الوطنية المصرية هم خلاصة فكرة الانتماء الوطني لا يوجد اصدق من الدم يمكن ان يقدم الانسان لخدمة بلده وليحفاظه على وطنه وحماية ارضه واعتقد انه ما قدمه الشهداء المصريون على مدى اجيال سواء في كل الحروب والمعارك التي خضتها الدولة المصرية او حتى في مواجهة الارهاب وقد رأينا تضحيات كبيرة للجنود المصريين سواء من القوات المسلحة او من رجال الشرطة المدنية في مواجهة الارهاب هي تضحيات لا تقل ابدا اهمية ونبلا وشرفا عن ما قدمه شهداء مصر على مر العصور وبالتالي احياء ذكر هؤلاء الشهداء ابقاء سيرتهم العطرة حية في الذاكرة الوطنية وفي زوجدان المواطن المصري هي اولا قيمة تؤكد اخلاص الدولة المصرية ووفقها لابنائها ولابطالها ايضا بتعيد التأكيد على قيم الوطنية المصرية بتحيي ايضا كمان وبتقدم نمازج مضيئة ونمازج حية للمواطن المصري لكيف يمكن ان يكون كل مننا يعني بطلا في موقعه وكيف يكون كل مننا مساهم في بناء وطن وكل في موقعه حتى نحفظ لهؤلاء الشهداء ما قدموا من تضحياته حتى نستكمل ما بدأوا من طريقه حتى لا تضيع تضحياتهم سوداء بالعكس لنكون كلنا اوفينا بالجميل لهؤلاء الشهداء اللي قدموا اغلى ما يملكون وهو حياتهم صحيح طيب يا دكتور يعني احنا او لو هتكلم عن نفس يعني من جيل الشباب او شريحة كبيرة من مصر الحقيقة احنا دولة شبابية يعني من الشباب الذين قرأوا عن حرب اكتوبر او ذكرى انتصارات العشر من رمضان ولم يعيشوها يعني او يسمع عن اصدائها في حياتهم يعني اوصف لنا ازاي التلاحم او ان الحرب دي كانت استفاف كبير بين الشعب وبين الجيش وازاي قدمت ملحمة وطنية حقيقة صحيح يعني يمكن حضرتك وضعت يدك على نقطة مهمة ومفتاح مهم من مفاتيح النصر وهو تماسك الجبهة الداخلية لانه لا يمكن لدولة ان تقوم بهذا الانجاز وبهذا الانتصار دون ان تكون لديها جبهة داخلية مستقرة متماسكة داعمة للقوات المسلحة ويمكن علشان نفهم حقيقة حجم ما حدث في العشر من رمضان السادس من اكتوبر 1973 يجب ان نعود الى التاريخ مؤلم ولحظة قاسية هي لحظة هزيمة 67 هذه الهزيمة التي مثلت ألمانت قاسيا ووجعا كبيرا بالنسبة لكل مصري كانت هي لحظة انتصاد الشخصية المصرية في لحظة الالم في لحظة ما كان يتصور العدو انها لحظة الانكسار اعتقد انه بدأت هنا بداية اعادة البناء واعادة التفكير واعادة التغيير الذي قاد الى النصر لانه في الحقيقة الهزيمة الحقيقية كانت هي انكسار الشخصية المصرية وهذا لم يحدث ما حدث كان انهزاما او كان هزيمة عسكرية لكنها لم تصل الى حد الهزيمة الشاملة وهي انكسار الشخصية المصرية او انكسار الروح المصرية والدليل على ذلك انه بعد ايام معدودة من الحرب او هزيمة 67 او نكسة 67 كان هناك محاولات للالتحام مرة اخرى مع جيش العدو وحققنا انتصارات سواء في رأس العشة او في غيرها من المعارك اللي اعادت مرة تانية اصدقاء في القوات المسلحة تدمير بعض قطع البحرية الاسرائيلية غلاق المدمرة ايبات غيرها من الانتصارات بعد ايام قليلة من هزيمة 67 وده كان مؤشر واضح على ان الشخصية المصرية لم تنكسر ايضا مظاهرات التاسع والعاشر من يونيو 67 لاثناء الرئيس الراحد جمال عبد الناصر عن التنحي عن الحكم كان ايضا درس مهم جدا في كيفية التباحم ما بين الشعب وما بين الجيش والحقيقة لازم هنا نؤكد على حقيقة اعتقد ان كل مصري يعلمها تماما ان هذا الجيش هو جيش وطني جيش مخلص هو جيش الشعب حقيقة الامر لا يوجد مواطن مصري لا توجد اسرة مصرية لا يوجد بيت مصري ليس لديه علاقة بالجيش المصري العظيم بالقوات المسلحة اما ان احد افراده خدم فيه او له علاقة به او به شهيد او به مصاب من المصاب العمليات وبالتالي هذا الجيش وهذا الشعب هو في حقيقة الامر كيان واحد صحيح ان الجيش هو من يقف على الجبهة هو من يقاتل في مواجهة العدو لكن وراءه جيش اخر جيش شعبي جيش وطني من المواطنين الصامدين المتماسكين اللي دعموا القوات المسلحة بكل ما امتلكوا من قوة دعموهم معنويا دعموهم ماديا دعموهم في اصعب اللحظات حتى تحقق النصر وبالتالي هذا النصر ليس فقط ملك القوات المسلحة ولكنه ملك بكل مواطن مصري شريك في هذا النصر لانه الحقيقة هذا هو انتصار الشعب المصري في المقام الاول صحيح ان المقاتل المصري كان من يقف على الجبهة لكن كما اشرت كانت الجبهة الداخلية ايضا مسألة مهمة جدا وداعمة لصمود القوات المسلحة في مواجهة العدو وتحقيق الانتصار المجيد في اكتورك صحيح طب يا دكتور قسيمة يعني لو بنتكلم عن النكسة زي ما حركة تكلمت وما ردد في وقتها في الصحف الغربي عن الجيش اللذي لا يقهر عن اكبر منع مائي في التاريخ اللي محتاجكم بلا زرية عشان تفجروا خط بارليف المنيع ازاي سهمة الحرب دي حرب اكتوبر وهذا الانتصار العظيم في استرداد قرامة الامة العربية مش مصر بس صحيح يعني اولا انا بعتقد انه حرب اكتوبر ورغم مرور خمسين سنة على هذه المعركة المجيدة لكنها لم تنل حقها حتى هذه اللحظة من التحليل ومن الدراسة الوافية لبيان كل اوجه الاعجاز فيها اعتقد انه اعظم ما في حرب اكتوبر انها حرب نهاية الاساطير في الشرق الاوسط لانه في النهاية كانت اسرائيل ومن وراء اسرائيل كانوا يحاولون ان يقيموا جدارا منيعا من الاساطير الكاذبة من الدعاية الزائفة من محاولة التهويل في القدرات الاسرائيلية كي تكون حاجزا نفسيا امام المقاتل المصري والمقاتل العربي كي لا يسترد ارض وعتقد ان ده كان واضح جدا في حجم الدعاية الاسرائيلية والدعاية الغربية لتصبيت الهمم ومحاولة اثناء الجيوش العربية وفي مقدمتها بالتأكيد الجيش المصري عن فكرة الحرب وفكرة القتال والتأكيد على انه لا يوجد توازن استراتيجي وان القوة العسكرية الاسرائيلية ومن وراءها القوة الامريكية لا يمكن ان تقهر وان المسألة حسمت وان هذه الاوضاع ستستمر الى الابد اعتقد ان ما قام به المقاتل المصري وما قامت به الدولة المصرية والجيش المصري غير كل هذه المفاهيم لا نتحدث هنا فقط بالمناسبة عن فقط انتصار عسكري نحن نتحدث عن انتصار عسكري نتحدث عن انتصار قانوني نتحدث عن انتصار دبلوماسي لانه حتى البيئة الدولية في هذا التوقيت لم تكن معيئة لخوض الدولة المصرية والدولة السورية والاشطاء في سوريا لمعاركة في مواجهة اسرائيل لانه بالمناسبة ويجب هنا ان نستعيد التاريخ ونقرأ التاريخ بشكل جيد الولايات المتحدة استخدمت الفيتو اكثر من مرة لعرقلة التوصل الى قرار من مجلس الامن باجبار اسرائيل على الانسحاب من الاراضي المحتلة هذا يذكرنا بما يجري اليوم في غزة يجب ان نتذكر ان نفس الاداء ونفس السياسة ونفس البيئة الدولية غير المواتية كانت موجودة قبل خمسين عاما ولكن الاراضة المصرية والاراضة العربية استطاعت ان تفرض على الولايات المتحدة ان تلجأ هي الى مجلس الامن لطلب وقف اطلاق النار هذه الامور كلها تؤكد ان الدولة عندما تمتلك القدرة وتمتلك القوة يمكنها ان تتحدى حتى البيئة الدولية غير المواتية وبالتالي ما حدث في اكتوبر كان انتصارا للاراضة المصرية انتصارا للتخطيط المصري استعادة للجينات الحضارية المجيدة في الشخصية المصرية وكما قلت تحطين كل الاساطير التي حاول العدو ان ينسجها حول نفسه لكي يصنع حاجزا منيعا من الحرب النفسية كي لا تسترد البيوش العربية الاراضي المحتلة واعتقد ان كل ده تم تدميره كما قال الرئيس الرحل انور السادات في ست ساعات كما اشار في خطابه الشهير في امام مجلس الشعب خطاب النصر في اكتوبر 73 صحيحة الكتب الصحفي دكتور اسامة السعيد مدير تحرير جديدات الاخبار بشكرك شكرا جزيلا يا فندم على كل هذه الاضافات يعني الحقيقة انه بتحتفل مصر بذكر انتصارات العاشر من رمضان المجيدة الانتصارات التي برهنت على قوة وعظيمة القوات المسلحة المصرية والشعب المصري المزيد انتبعوا مع حضراتكم في العرض التالي مع الزميل محمد انصاري مشاهدين الكرام اهلا وسهلا بحضراتكم تمر الايام وتتعقب السنوات ويبقى نصر اكتوبر المجيد يوم العزة والكرامة يوم النصر الذي سيظل خالدا في تاريخ الامة يوم البطولات والامجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الزكية في ملحمة عسكرية ابهرت العالم ودونت سطورها باحرف من نور امتد شعاعه للانسانية جمعاء في الساعة الثانية وخمس دقائق ظهرا يوم السادس من اكتوبر في عام 1973 والموافق يوم العاشر من شهر رمضان المبارك انطلقت اكثر من مائتي طائرة حربية مصرية في ارتفاعات منخفضة للغاية من اجل تفادي الرادارات الاسرائيلية لتعبر الطائرات قناة السويس وتستهدف مواقع العدو بالضفة الشرقية للقناة الضربة الجوية المركزة استهدفت المطارات ومراكز القيادة ومحطات الرادار وبطريات الدفاع الجوي بالاضافة الى تجمعات الافراد والمدرعات والدبابات والمدفعية والنقاط الحصينة في خط برليف وايضا مخازن الذخيرة وباقل خسائر حققت الضربة الجوية اهدافها في الوقت ذاته بدأ الف مدفع من مختلف الاعيرة اقوى تمهيد ناري في التاريخ حيث قصفت المدفعية التحصنات والاهداف الاسرائيلية شرق القناة بشكل مكثف تحضيرا لعبور المشاء واطلقت المدفعية عشرة الاف وخمسمائة دانا في الدقيقة الاولى من بدء ضرب المدفعية ما يعني اطلاق مئة وخمسة وسبعين دانا في كل ثانية من جانبها قامت البحرية المصرية بقذف اهداف العدو على طول الجبهة لتفقد اسرائيل السيطرة الكاملة على الموقف وتزامنا مع ذلك بدأت طلع قوات السائقة والمشاء المسلحة بالاسلاحة الخفيفة ومضادات الدبابات في اقتحام قناة السويس المانع المائي العسكري الاصعب مستخدمة نحو الفقار باقتحام مططي وتسلق الساتر الطرابي الذي انهار على ايدي سلاح المهندسين باستخدام المياه فقط هذا ونجحت القوات المسلحة في عبور قناة السويس والتوغل شرقا داخل سيناء التي كانت تحتلها اسرائيل منذ حرب 1967 وذلك بعد تحطيم خط برليف اقوى خط دفاعي في التاريخ الحديث ولذي اعتبره العسكريون الغربيون انه لا يمكن تدميره الا اذا استخدمت القنبلة الذرية لكن القوات المسلحة استطاعت تدمير هذا الخط خلال ساعات من بدء الحرب ليفقد العدو توازنه في ست ساعات ورفع العلم المصري على الضفة الشرقية للقناة التضحيات والبطولات التي قدمها جيل اكتوبر العظيم ستظل خالدة في وجدان المصريين وشاهدا على صلابة الشعب لاعكس نصر اكتوبر المجيد قوة وارادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وحفظ ترابه وصون كرمته مشاهدين كان هذا عرضا موجزا حول البطولات التي قام بها ابناء الوطن في نصر اكتوبر المجيد والذي صادف اليوم العاشر من شهر رمضان شكرا على طيب المتابعة وللمزيد مشاهدين الكرام بينضم الينا الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ أهلا بحركة يا أستاذ عماد وكل ساعة حركة طيب كل سنة وحضرتك وكل المشاهدين وكل المصريين والعرب بخير بمناسبة هذا ذكرى هذا الانتصار العظيم يعني ذكرى هذا الانتصار العظيم والعاشر من رمضان وانتصارات اكتوبر المجيدة يعني حركة ازاي بتشوف الرئيس السيسي توجيه التحية الدائمة ليه شهداء مصر الأبرار في كل احتفال بتشوف ده ازاي هو ذا التقدير الطبيعي لأنه يعني لو لا الشهداء الذين ما سقطوا في ساحات الشرف ولولا المصابين ما كانش هيتحقق نصر اكتوبر هو الأكبر انتصار عربي على إسرائيل منذ طبعا نعلم أن مصر خاضت أربع حروب من أجل القضايا الفلسطانية في سنة تمانية واربعين ستة وخمسين سبعة وستين ثم تلاتة وسبعين وهناك حرب يعزها العسكريون حرب خامسة وحرب للسنزاف لأنها بدأت بعد هزيمة يونيو مباشرة واستمرت حتى بداية حرب اكتوبة مع بعض التقطعات كل هذا يعني المسيرة من تمانية واربعين لتلاتة وسبعين الجنود المصريون يعني خاربوا في فلسطين في تمانية واربعين وفي سنة في بقية الحروم وهذه الدماء وهؤلاء الشهداء هم الذين جعلوا السلامة ممكنا وجعلوا إسرائيل طردخ للانتحام من الأراضي المصرية وبعض الأراضي العربية هذا هو لو لا السلاح ما كان يمكن أن نحقق الانتصار السياسي هذه قاعدة دائما يقال أنه يعني على قدر ما تستطيع مدفعيتك أن تصل على قدر ما تحصل على مائدة المفاوضات وبالتالي دماء الشهداء هي يعني يبغي أن نخلط هؤلاء الناس نتحدث عنهم كل يوم نشيدهم نكرمهم ونكرم ذكراهم ونكرم أسراهم وأهليهم لأنه يعني دون العمل وهذا الاتصال معه طبعا بقية جنود كانوا مصابين أو بنود آخرين بعضهم ما زال بيننا حتى هذه الرحلة صحيح طيب وجد نظرك يا أستاذ عماد يعني إزاي استطاع الجنزي المصري أن هو بإرادته ينتصر في هذه الحرب ويعرف العالم كله أنه عنده إرادة خاصة أنه هذه الحرب بتدرس فيها الكديات العسكرية بر مصر على أنها معجزة الحقيقة يعني لأن المعطيات ما كانتش بتشير لده خالص هنا في مثل هذا النوم من المعارك لا تقاس فقط بالقدرات العسكرية هي تقاس أحيانا في مرات كثيرة بعنصر الإرادة الذي طبعا القدرات العسكرية مهمة التسليح مهم للموادات العسكرية وإسرائيل كانت تتفوق علينا في عدد كبير جدا لأنها مدعومة من قوة كبرى السلطة للولايات المتحدة مصر كانت تملك أهم السلاح وهو سلاح الإيمان بضرورة تحرير الإرادة لدحر الكنس الحديمة لإزالة أثار الإدوان هذا السلاح لم يكن متواصلا للإسرائيلين وبالمناسبة هذا هو السلاح أيضا الذي استعملته المقاومة الفلسطينية مع فارق التشبيه في 7 أكتوبر أن تكون مؤمنا بأنك صاحب حق ده جزء مهم جدا لا يفهمه الغزاه والمحتلون عند لحظة معاناة يشعرون بسكرة النصر بتعاملوا مع مصر أنها جث هامدة وتبجح بعض قادتهم كثيرا وبمهارة شديدة تمكنت مصر وقيادتها في هذا الوقت من خداع استراتيجي غير مسبوخ لإسرائيل ظنت أن مصر لا تحارب كل الإشعارات في هذا الوقت وتذكر لجنة إجرانات التي شكرت إسرائيل وكشفت حاجات كثيرة جدا منها نجاح سلاح الخداع المصري الغير المسبوخ في كل شيء ده أحد الأسباب الرئيسية اللي خلت مصر تنجح لكن طبعا السبب الرئيسي هو أيضا أن مصر في تلاتة وسبعين جندت الحاصلين على البكالوريوش والليسانس بالمهارات العليا تعاملت بالعلم يعني إضافة للجانب الروحاني والإيماني هو جانب شديد الهتمية لكن كان جانب التخطيط والعلم أن أنت بتجيب ناس قادرين على التعامل مع الأسلحة الحديثة خططوا بطريقة صحيحة فكروا في فكرة خراطيم المياه بقى زاكي يوسف بقى زاكي يوسف التضحية الإيمان بعدارة القضية الإيمان بضرورة تحرير الأرض كل هذه العوامل اجتمع وبالتالي وصلت الرسالة لإسرائيل أنها لا يمكن أن تواجه مصر وده كان أحد الأسباب الرئيسية الذي جعل إسرائيل تقبل في معهد السلام سنة 79 أجلاء عن كل الأراضي المصرية طبعا حاولت التلكق في الانسحاب من مستعمرة يميس ثم قبلت على مضت ثم حاولت في طابة لكننا تمكننا وبالمواس كان يومين 17 مارس ذكرى عودة طابة بطرق الدبلوماسية طيب دايما إحنا بنشوف أنه تلاحم الشعب مع القيادة السياسية الشعب المصري دايما بيثبت أنه هو في أوقات المحن والأزمات هو جنب جيش وجنب قيادته السياسية أنه بيدعم البلد حتى لو هيكون على حساب قوته أو أولاده وإزاي حرك يعني شفت ده أثناء الحرب أو سمعت عنه أو قريت كتابات إحنا يمكن جيل الشباب محتكش كتير بالأيام دي بنقرأ عنها بنشوف أعمال فنية عنها ولكن أكيد يعني الجيل اللي عاش الأوقات دي وشاف مثلا والديته والده عمه وناس من عيلته سهمه باتبرعات وقتها للجيش بأنه كانوا زي ما بيقولوا ربط الحزام بيقللوا من استخداماتهم لكل شيء فدأ الشعق الجيش وفدأ القيادة السياسية علشان تحصل الحرب نعم هذا طبعا سؤال مهم أنا كنت في هذا الوقت كنت في ثالثة ابتدائي وفاكر كويس رحنا لمدرسة ورجعنا كان يوم سبت عشر رمضان طبعا ستة تكسبة رتاة أو سبعين لما أقول إدراكا من كابل لكن فاكر كويس جدا أنه الرجال كانوا يرقصون في القرية في شوارع القرية في أصيون ابتهاجا بهذا النقطة لكن ما قرأته لحقا بعد ذلك هو أنه يعني أن ده إيمان حقيقي بالقضية يعني ده إسلوب العلم مع العمل مع الإيمان مع القيم لأن أنت لا تستطيع يفصل القيم التي تم ترسيخها لدى الناس أنه يبقى شايف أنه هيتحمل الجوع والعطش حتى وكل مظاهر حياة الخشنة من أجل توفير ثمن استيراد الأسح على سبيل المثال المصريون عانوا كثيرا بالمناسبة في الفترة من 67 إلى 73 الناس بالمناسبة للجندة قعدت فترات طويلة يعني من دخل الجيش مجندا في 67 ظل موجودا بالتجميز حتى سنة 74 على الأقل لحد قد فضل اجتباك المجتمع بأكمله وضحه الجيش مع الشعب مع الشرطة الناس حملت مرارة وشظف العيش من أجل قضية كبرى وده طبيعي جدا في الشعب المصري أنه يتحمل ويدفع ثمن كبيرا طالما أنه آمن بأن هذه القضية توطن تسحق التضحيل بتأكيد الأستاذ عمادة دين حسين رئيس تحرير جريدة الشيوك وعضو مجلس الشيوك بشك حيك شكرا جزيلا أن يفندم على كل هذه الإضافات بتحتفل مصر بذكرى انتصارات العاشر من رمضان والاهتمام بشبه جزيرة سيناء والنهود بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين هناك في شبه الجزيرة الغالية والحين أنه ده لم يكن أمر هين خالص مع الإهمال اللي عانت منه سيناء على مدار عقود ماضية وتفشي التنظمات الإرهابية والإجرامية إلا أن أولد الدولة المصرية بتوجهات طبعا من الرئيس السيسي اهتماما بالغا لتطهير شبه الجزيرة من البؤر الإرهابية والشروع في عملية تنموية شاملة في كل المجالات نتابة تحتفل مصر كل عام في العشر من رمضان بذكر انتصار حرب أكتوبر المجيدة تلك الحرب التي انتصر فيها الجيش المصري على العدو الإسرائيلي واستعاد فيها أرض الفيروز ليحقق الجيش المصري أكبر نصر في العصر الحديث الجيش المصري الذي استطاع تحتيم المستحيل رغم كل المعاوقات التي رددها البعض حينها وروجت لها القوى العظمى حيث قام الجنود الصايمون في العشر من رمضان بعبور خط القناة لتبدأ موجات من الجيش المصري بالعبور تدريجيا وذلك في منظومة عمل تم إعدادها بشكل متقن للغاية وخلال دقائق الأولى للحرب نفذت أكثر من مئتي طائرة حربية مصرية دربة جوية على الأهداف الإسرائيلية بالدفة الشرقية للقناة بينما بدأت المدفعية بقصف تخصينات الإسرائيلية تخضيرا لعبور المشاة فيما تسألت عناصر سلاح المهندسين والصائقة إلى الشاطئ الشرقي للقناة لفتح الثغرات في الستر الترابي ليعبر القناة الفهضة بثلاثون ألف جندي من خمس فرق مشاة ليتحقق النصر الكبير الذي شكل حدثا فريدا بل نقطة تحولا في مصاري الصراع العربي الإسرائيلي أرض الفيروز التي لطالما كانت مطمعا لأعداء مصر وضعت الدولة المصرية تنميتها وتحصين حياة سكانها على رأس عولوياتها ولم تتدخر يوما جهدا في سبيل تنميتها من خلال استراتيجية شاملة متعددة الأبعاد وعبر رحلة طويلة وشقة دفعت فيها مصر الكثير من التضحيات ودماء أبنائها الشرفة من القوات المسلحة والشرطة وأبناء سيناء أيضا استطعت الدولة مواجهة مخططات شيطانية لتحويل أرض الفيروز لبؤرة إرهابية وإعلان سيناء خالية من الإرهاب لتبدأ مرحلة التنمية والبناء وخلال لقائه بأبناء سيناء في ذكرى العشر من رمضان أكد رئيس السيسي على تقديره والدولة المصرية لشيوخ القبال إحنا عارفين الأعراف ديت والأعراف دي إحنا بنقدرها وبندعمها وحندعمها أكتر لأن ده كان أمر كان مهم جدا جدا وأنا أفتكر إن كان دايما اللقاءات مع الشيوخ القبائل كان دايما لها تأثير إيجابي جدا في حاجات كتير حتى لو كانت مشاكل أحيانا بتبقى صعبة لكن كان شيوخ القبائل من خلال أعرافهم والقيم والأعداد بتاعتهم اللي إحنا هنشجحها وبنشجحها أكتر تاني آه بنشجحها وهنشجحها أكتر ده أمر إحنا زي ما بقول أنا كنت في يوم الأيام مسؤول في المخابرات الحربية وكنت بالتقي مع الشيوخ القبائل وحتى أثناء وجودي كوزير للدفاع كنت بالتقي معهم أتكلم وفي مشاكل نحن لا وفي موضوعات رايحة جاية بنا وده أمر طبيعي فأنا أقول تاني إن إحنا قوة ومكانة شيوخ القبائل إحنا بندعمها وبنعززها وحندعمها وحنعززها أكتر صحيح مش بس هنا حتى في كل يعني في الغربية هنعمل كده وفي الجنوبية هنعمل كده في دور بيقوم بيه دلوقت يعني في هذا المجل لكن أنا بأكده إن إحنا كدولة هنأكد والرسخ ومش حاولنا استعيد لأن الدور موجود لكن هنعززه أكتر من كده أهالي سيناء بدورهم يؤكدون أن عودة الحياة الطبعية والتنمية والاهتمام بالمشروعات التنموية الاقتصادية الصناعية والزراعية والسياحية داخل عرض الفيروس بالمحافظة بمثابة الفخر الكبير لمصر قيادة وحكومة وشعبا بانتصار الدولة بكافة مؤسساتها وفي مقدمتها القوة المصلحة والشرطة المدنية على قوى الشر والظلام والإرهاب وللمزيد ينظم لينا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف أهلا وسعلا بحريك على شاشة أكستر نيوز يفاندم في هذه التغطية وكل صاحبك طيب حضرتك وتحياتي لكل أستاذ المشاهدين ورمضان كريم وكل عام وحضرتك وأستاذ المشاهدين بخير أهلا بك يعني بعد مرور كل هذه الأعوام بنتكلم عن خمسون عاما على انتصارات أكتوبر وعلى ذكرى العاشر من رمضان وهذا الانتصار العظيم بتشوف إزاي تحولت سيناء من ساحة حرب لأرض للتنمية يعني نكلم عن أرض الفيروز وتنمية كبيرة على هذه البقعة الغالية من مصر في حقيقة من معركة التحرير لمعركة التعمير ملحمة مصرية ودولة مصرية في الحقيقة خلال العشر سنوات الماضية أكدت أن التنمية في سيناء هي أولوية على أجندة تفقية السياسية المصرية وهنا أتذكر جملة مهمة للغاية لأسيد رئيس عبدالفتاح السيسي حينما تحدث وقال أن عوائد التنمية الخاصة بسيناء هي أمن قومي وبالتالي نعم نعمر سيناء يتم ضخ فيها كميات كبيرة جدا من الاستثمارات والبنية التحتية والبنية اللوجستية وأيضا الكثير من الفرص الآن للعمل والزراعة والاصناعة وهي لها عوائد اقتصادية مهمة ولكن يبقى العائد الحقيقي والعائد الأهم هو الأمن القومي المصري وبالتالي الدولة المصرية أولت اهتمام كبير جدا لفكرة التنمية في سيناء واعتبرت أن التنمية هي العبور الثاني والعبور بسيناء أيضا إلى الجمهورية الجديدة وبالتالي أنا أعتقد أننا يعني شاهدنا خلال الفترة الماضية وما زلنا نرصد ونشاهد حتى الآن أن هناك إرادة سياسية حقيقية لتنمية سيناء وإيجاد تنمية شاملة على أراضي سيناء كنا نتحدث في الماضي فقط عن السياحة نتحدث عن بعض أوجه العمل مثلا في التعدين ولكن الآن نتحدث عن تنمية شاملة نتحدث عن تحرط الربيون والزراعة وأيضا الصناعة وأيضا البنية اللوجستية ميناء العريش وغيرها من الأمور وبالتالي ما أنجزه الأباء في يعني النصر العظيم في 73 أيضا الأحفاد الآن والأبناء الآن يكملوا هذه المسيرة من خلال هذه التنمية ونحن الآن نتذكر هذا النصر الأعظم في الحقيقة لأنه بالفعل هو النصر الأعظم في التاريخ الحديث هذا النصر الذي في الحقيقة استطاعت الدولة المصرية من خلاله أن تسترد الأرض وتحول الصراع إلى سلام وتحقق السلام على أرض الواقع هي الآن أيضا بتسير على نفس النهج وبتحقق انتصارات في المعارك الحديثة وتنتقل أيضا لفكرة التنمية والإعمار كأحد أدوات النصر في هذه المعارك الحديثة وبالتالي الدولة المصرية في الحقيقة أنجازت الكثير والكثير فيما يتعلق بالحفاظ على سيناء وأعتقد أن التنمية في سيناء أحد أهم المفردات للحفاظ على هذا النصر العظيم الذي تحقق في الحقيقة بإعجاز وإنجاز مصري ونحن الآن في هذه الزكرة العطرة وحتى في هذه الصروف والمتغيرات الإقليمية والدولية علينا أن نفخر بأنفسنا لأننا استطعنا أن نحافظ على طراب الوطن الغالي وأن نحافظ على قدسية الدولة المصرية وعلى سيادتها وأن نترك أننا تحايم ويعني الأجيال التي سوقتنا نحى تضحيات كبيرة جدا وحتى الأجيال الحالية لا ننسى تضحيات الشهداء الذين أيضا تصدروا الإرهاب في سيناء وضحروا فلول الإرهاب في سيناء إذن الملحمة كانت مازالت مستمر وهناك إرادة وعزيمة وطنية للحفاظ على سيناء بل التعمير والتنمية أيضا للوصول إلى الحلم بأن تكون سيناء أيضا إضافة قوية للاقتصاد المصري وهذا ما نشهده الآن أنا أعتقد أن احتفلنا الآن بهذه الذكرى العطرة وبهذا النصر العظيم خاصة في ظل هذا التوقيت المهم يجعلنا أيضا نطمئن أننا عزمون وقادرون على الحفاظ على هذا المكتسب العظيم مكتسب نصر 73 والمضي به أيضا إلى أفاق أرح صحيح يعني أنه مش بس بنوجه التحيال الأبأنا وأجدادنا اللي انتصروا في هذه الحرب المجيدة ولكن كمان لإخواتنا اللي ضحوا بأرواحهم ويعني مازال أسارهم بيقدموا تضحيات علشان فكرة العملية الشاملة في سيناء وتطهير سيناء من الإرهاب اللي كانت يعني بتعاني منه بشكل كبير جدا وتأمين أهلنا هناك في سيناء بتشوف إزاي المشروعات مشروعات كمان يعني مش بس بنتكلم عن زي محرك قلت مشروعات تهتم بالزراعة ولكن فقط هناك مشروعات تهتم بالتعليم والصحة والإسكان وبناء الأنفاق وما إلى ذلك بتشوف إزاي المشروعات دي وإزاي إصرار القادة السيسي على هذه التنمية والمشروعات وإقاماتها في أرض سيناء الغالية على أرض سيناء الآن يتحقق المفهوم الذي له علاقة بفكرة التنمية الشاملة وحينما نتحدث عن التنمية الشاملة فنحن نتحدث عن البنية التحتية البنية التنموية البنية اللوجستية عن الزراعة عن الصناعة عن أيضا بناء الإنسان وهنا ذهبت الدولة المصرية لأيضا بناء مراكز الشباب وأيضا النوادي وحتى المراكز الثقافية والمناطق الحضرية يعني حتى حينما ذهبت الدولة المصرية لإنشاء المجتمعات العمرانية نفذت فكرة المجتمعات العمرانية داخل سيناء بالشكل الحضاري الذي أيضا يحافظ على التراث المصري في هذه المنطقة ويناسب أهلينا من بدي سيناء وطبيعة الحياة في هذه البقعة الغالية على أرض الوطن وبالتالي أنا أعتقد أن الدولة المصرية الآن تحقق هذا المفهوم الذي نحن ذكرناه فكرة التنمية الشاملة وبالتالي ذهبت الدولة المصرية لإيجاد طبعا يعني الكثير من الشرايين أو حلقات الواصلة ما بين سيناء وباقي عواصم أو باقي محافظات الدولة المصرية ومن أجل هذا طبعا شقة الأنفاق ووجدت الكباري والجسور وغيرها من الأمور وأيضا على سعيد البنية اللوجستية وجدنا ميناء العريش الآن بطفرة كبيرة للغاية وأيضا يعني طبعا قناة سويس الجديدة كانت إضافة مهمة للغاية طبعا في هذا الإطار وغيرها من بنية اللوجستية على سعيد طبعا الأمور الأخرى التي لها علاقة بالتنمية الزراعية مثلا نتحدث عن طحارة ربيون أحد أهم الآن يعني شرايين التنمية التي سوف تضخ أيضا أو تضخ بالفعل المياه في ناحية سيناء وبالتالي أيضا الزراعة وتنمية الزراعية أمر مهم للغاية أعتقد أيضا أن التعديل أيضا الآن بيجد فرص مهمة للغاية داخل سيناء هذا بالإضافة للمجالات التقليدية فيه فيتعلق بالتنمية داخل سيناء مثل السياحة مثلا بل في التنمية أيضا شهدت الآن طفرة كبيرة للغاية وهناك تنمية كبيرة جدا في هذا القطاع أيضا نحن نتحدث عن تنمية شاملة ونكرر بمجدد أن كل هذه التنمية الشاملة هي العائد الحقيقي بتاعها هو الأمن القومي المصري والحفاظ على هذه البقعة الغالية من أرض الوطن والحفاظ أيضا على هذا النصر العظيم وهذا المكتسب العظيم بالحديث يا أستاذ جمال عن المواطن المصري الذي يعيش في سيناء وينتمي إلى هذه البقعة الغالية طبعا الكثير منهم من المواطنين الشرفاء الذين قدموا تضحيات كبيرة وأهليهم قدموا تضحيات كبيرة سواء في حرب اكتوبر أو في محاربة الإرهاب في سيناء مع قوات الجيش والشرطة المصرية إزاي بتشوف جهود الدولة المصرية لتقديم حياة كريمة لهم يعني بداية يجب أن نشير لهذه النقطة المتعلقة بتضحيات أهلي سيناء أنفسهم لأن بالفعل أهلي سيناء ستروا بطلات عظيمة سواء في ما يتعلق بحروب الاستنزاف وصولا للعبور في 73 أو حتى في معركة الدولة المصرية في مجابهة الإرهاب وفي ضحر الإرهاب ويعني في الحقيقة هذه الملاحم الوطنية وما فعله أهلي سيناء وقوفا بجانب الجيش المصري العظيم فيه سواء كما قلنا في حرب الاستنزاف أو في العبور أو في حتى مجابهة الإرهاب حديثا كلها بطلات فالحقيقة هي أيضا ساهمت بشكل كبير جدا في تحقيق النصر وبالتالي أنا أعتقد أنهم أدوا ما عليهم من واجب وطني وما زالوا يأدوا ما عليهم وهذا في الحقيقة واجب كل مواطن مصري في أي من بقاعد دولة المصرية وهذا في الحقيقة هو يعني مبعث فخر لأهلي سيناء ومبعث فخر لنا جميعا أن نفتخر الآن بهذه البطلات العظيمة الأمر الآخر طبعا الدولة المصرية الآن بتعمل على فكرة بناء الإنسان في كافة ربوع الدولة المصرية وطبعا سيناء في قلب الدولة المصرية وبالتالي أنا أعتقد أن فكرة بناء الإنسان بتجد طريقها الآن داخل سيناء سواء من خلال بناء المدارس بناء المراكز الشباب المستشفيات المراكز الصحية وغيرها من الأمور من مئة المناطق الحضرية والمجتمعات الأمرانية الجديدة توفير فرص العمل ويمكن توفير فرص العمل من أهم يعني أيضا المجالات الخاصة بطبعا أن يكون هناك حياة كريمة للمواطن في سيناء وبالتالي عملت الدولة المصرية على أن يكون هناك مشروعات كثيفة العمالة وأيضا يعني رأينا النداءات من الدولة المصرية أيضا أن تشارك الشركات الموجودة في سيناء والتي هي أصحابها من أدناء سيناء أيضا في هذه المشروعات القومية وهذا يحدث بالفعل وبالتالي أنا أعتقد أن هل سيناء الآن يجدون المزيد والمزيد من فرص العمل وأيضا يجدون الآن على أرض الواقع الكثير من مصارات التي توفر الحياة الكريمة كما ذكرنا المدارس والمستشفيات والبراكة الثقافية وغيرها من الأمور وبالتالي أنا أعتقد أن فكرة بناء الإنسان هي الفكرة الأهم في الجمهورية الجديدة وهي فكرة أيضا تطال كافة ربوع الجمهورية وطبعا سيناء كما قلنا هي في قلب وعقل ووجدان الدولة المصرية بتأكيد وشعور بالانتماء يعني ده شيء أكيد أن الدولة المصرية بتحرص عليه تجاه كل المواطنين الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الرائف أنا بشكر حرك شكرا جزيلا فاندب على كل هذه الإضافات بيتزامن احتفال مصر بانتصالات العاشر من نمضان مع طفرة تسريحية كبيرة بتشهدها القوات المسلحة المصرية وهذا ما ظهر جليا في تتشين عدد من القوات العسكرية نتبع طفرة تسليحية غير مسبوقة شهدتها القوات المسلحة بمختلف أفرعها خلال السنوات العشر الأخيرة في إطار حرص القيادة السياسية على بناء قوة عسكرية تحقق الردع والقدرة على الدفاع عن أمن مصر القومي وحماية مقدرات الأمة المصرية ومصالحها في الداخل والخارج فمنذ توليه الحكم أخذ الرئيس السيسي على عاتقه تحديث وتطوير القوات المسلحة لتستوعب كل المتغيرات المحلية والعالمية فوجه بإنشاء القيادة الاستراتيجية برؤية وروح وطنية مغايرة لتضم بين أرجائها مجمعا عسكريا يتوافق مع متطلبات المرحلة ويتفاعل مع ما يحدث من تطور معرفي وتقني مضت خطوات الرئيس السيسي بالدولة المصرية على درب جديد في توطين الصناعات العسكرية وتسليح عناصر القوات المسلحة بالعلم والمعرفة وانطلقت القوات المسلحة في عهده في عملية تطوير شاملة لم يسبق لها مثيل لكل المنشآت التعليمية والكليات المعنية لتخريج عناصر قادرة على التعامل مع المتغيرات التي تفرضها الأحداث فبالإضافة إلى إنشاء عدد من القواعد العسكرية وفي مقدمتها قاعدة برنيس لتكون بمثابة جسر للتعاون والتكامل فيما بين القوات لتقليل زمن الاستجابة وسرعة عملية النقل الإداري واللوجستي والتعامل مع الأحداث وفق ما تتطلبه الظروف الراهنة والتهديدات المحيطة بالأمن القومي لم يتوقف الأمر عند ذلك فبخطا متسارعة مضت القيادة العامة للقوات المسلحة في اتخاذ كل ما يلزم لبناء قدرة هائلة للقوات المسلحة وتزويدها بأحداث النظم العالمية وتنويع مصادر التسليح وتوطين الصناعات العسكرية ليحقق الجيش المصري طفرة غير مسبوقة في التسليح العسكري لم تحدث من قبل بريا وجويا وبحرية موسيقى كمن فتحت القيادة العامة للقوات المسلحة على أشكال متنوعة للتدريب المشترك تتلحم فيه القوات المسلحة المصرية مع جيوش الدول الصديقة والشقيقة لتبادل الخبرات وسقل مهارات المقاتل المصرية لتصل الرسالة جلية إلى الدول الساعية لزعزاعة استقرار الأمن القومي المصري بوجود جيش قوي يحمي ولا يعتدي ويوظف قدراته القتالية في صون مقدرات الوطن ويردع كل من تسول له نفسه المساسة بحدود مصر موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة